السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سوف أتكلم لكم عن IOS اللي نزلتها هو IOS 14.2.1 طبعا هذا السفتوير نزل فقط لجهزة iPhone 12 يعني 12 و 12 mini و 12 Pro و 12 Pro Max فقط هذا يمكن ينزل في المستقبل أو بكرة طريبا بكرة أو أسبوع الجاية يمكن ينزل للكل يمكن لكن الآن لأن المشاكل موجودة على الآيفونات الجديدة فأبل نزلت IOS 14.2.1 للآيفونات الجديدة لتحلل المشاكل الثلاث نقاط الموجودة هنا سنتحدث عنها كبداية أبل البارح تغريبا يعتبر البارح عندنا في أمريكا في السعودية تغريبا ودول الخليج كان الصباح نزلت IOS 14.2 لحق أجهزة iPhone 12 يعني إذا كان جهازك iPhone 12 كان عليه IOS 14.2 إذا ركبته في IOS رح ينزل لك تحديث ثاني برضو IOS 14.2 كذا فجأة عشان تحدي المشاكل والآن نزلت الكل يوم جلسنا الصباح نزلت الكل لكن رقم ثاني 14.2.1 الكل يعرف أن الرقم الثالث يتغير فيعتبر ما في ميزات ما في أي شيء بس تعديل وتحسين حق مشاكل في الجهاز فإذا كنت على IOS 14.2 الآن تحدثت لحق 14.2.1 رح يكون فيه تحسينات تعديلات لحق الجهاز ثبات الجهاز الحرارة إذا كان فيه مشاكل السيكوريتي لحق فيروسات ما فيروسات أو الأشياء ذي اللي يكون يعني مثلا هاك أو ما هاك كل هذه الأشياء الأمان في السوفتيرات ذي تكون فيها التحديثات فأنصح أي شخص لا يهمل ذي التحديثات ذي التحديثات مهمة طبعا في الأجهزة الثانية مش موجودة صح لكن إذا كنت مشاكل أبل هناك أو شيء رح تنزل حق الكل لكن الآن مثل ما قلتكم فقط الأجهزة الجديدة أول حاجة المشكلة الأولى لحالتها إذا كنت تستخدم MMS توقع الأشخاص اللي يتخاطبون مع أشخاص عندهم أندرويد فما عندهم لأي ميساج لكن تكون رسائل يعني باللون الأخضر وبترسل رسالة لأشخاص اللي عندهم أندرويد أحيانا لرسلك رسالة على MMS ما توصلك فأبل في التحديث هذا حلت المشكلة هذه أي شخص مثلا يرسلك رسالة MMS أو رسالة فيها صورة يعني وما تجي بعض الحق بعض الأشخاص فأبل حلت تفديل المشكلة هذا أول مشكلة المشكلة الثانية برضو فيه لحق الهيرنج بعض الأشخاص عندهم جهاز يركبونه لحق الهيرنج إنه تخشل على ذات وتروح حق الـ Accessibility أو أمكانيات الوصول راح تشوف خيار هنا الهيرنج بعض الأشخاص يقول لك إذا كان شابك على جهاز عنده الهيرنج ما يشتغل كويس فأبل حين حلت تفديل المشكلة والمشكلة الثارثة اللي تكلمت عنها أبل لحق الـ iPhone 12 mini بعض الأشخاص اللي عندهم iPhone 12 mini إذا كان الجهاز مسكر ومفتوح كذا في اللوكس كرين ما يشتغل التتش عدد فالآن أبل حلتها هذه المشكلة هذه الثلاث المشاكل اللي تكلموا عنها والمشاكل القوية تغريبا يمكن أبل حلت برضو مشكلة اللون الأخضر لأنه طلعت مشاكل قبل يومين إنه في الأيفونات الجديدة فيه لون أخضر الشاشة يكون لونها ما تكلمت عنها بل هنا أبد لكن تصرحت قبل أن راح تنحل في السوفتوير فحل هذا السوفتوير راح نشوف قدام مع الأيام القادمين للأشخاص اللي واجهوا هذه المشكلة أنا الـ iPhone 12 Pro Max عندي ما واجهتني ذا المشكلة ولا شفتها ولا الـ iPhone 12 mini برضو اللي عندي لكن أنا إلى الآن ما شفت شخص اللي واجهت لهذه المشكلة لكن في الإنترنت موجود أشخاص تتكلمون عنها فنشوف قدام وشوف كل شيء طبعا هذه كل الميزات فقط الإيفونات 12 مثل ما قلت لكم و12 Pro Max و12 mini وبرضو حدثت مودم فرموير لحق الجهاز لاقط الشبكة فالأشخاص اللي عندهم إيفونات الجديدة وعندهم مشاكل في 5G أو لاقط الشبكة فمودم فرموير يتغير هنا برضو لحق الإيفونات الجديدة ففي تحسين لحق البلوتوث أو الوايرلس الأشياء دي كلها لحق الوايرلس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سابشات شهر في ضواتكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون المفضل دعاكم والسلام عليكم شكرا شكرا